السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبير حال يا اخوان عساكم تبين ان شاء الله وتكونوا بصحة وسلام بل بخير اول شي صلوا على رسول الله اللهم وصلي وسلم عليك يا رسول الله مقتل اليوم كيف تجيبونا الثلاث سرويلة النادرة طبعا والاصلية لشخصية الولد اللي هو السروال الاخضر والبرتقالي والبنفسي ولكن مشكلته بحضف شخصية لا اطول عليكم في مقدمة المقطع اهم شي لا تنسون تشيكون على جميع الرابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون متجري وكذلك بابل لكم كود لاتوم شوب فاتمن الكل يدعمني في فورتنايت فاذا حابت تابعني عن طريق السنة بحضر لكم البر كود ظهر اناكم في الشاشة وبس هذا اللي كان عندي فقبل ان نبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك والدستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنا نبدأ في خطوات على القليتش ورجعنا لكم مرة ثانية يا السطير اول شي حابا قل لكم عن المتجر الحقي وفرت في لخي الخدمات فاذا حابت استفسر عن اي خدمة من الخدمات فحتطل لكم الرابط تحت في صندوق الوصف راح اقول لكم متطلبات وبعدها راح نبدأ في اشح اول شي راح تحتاج انك تحذف الشخصية الثانية واللي هي راح تكون بنت لانه راح نصمم فيها وراح نحذفها عشان الملابس تنتقل لشخصية الولد اثنين طبعا راح تحتاج انك تحذف جميع ملابس باستثناء لبس تلبسه وباقي الخانات كلها تحذفها عشان راح يكون هذا اللبس معك لنهاية الفيديو طبعا هذه هي متطلبات القريج وحاجة ثانية انك تعلق على التتشباد وبعدين تحط لاست لوكيشن وبعدين انك تعلق على التتشباد مرة ثانية وتختار اللبس مرة ثانية زي كده عشان تجيكم الدالة البرتقالية تحت في اليمين تمام عشان لما نرصبهم بعدين في اخر شي راح يرصبنا قريب من محل الملابس الآن راح نجي ساهم يمين وبعدها مربح طبعا انت تختار اللبس اللي تبغى وبعدين تحذف جميع طبعا الملابس بهذا الشكل انك تحذف جميع الملابس زي كده طبعا بعد ما حذفنا ملابس ما يكون معاك واللبس نهائيا محفوظة الآن اللي عليك تسويه راح نبدأ في خطوات القريج تضغط start وبعدها online وبعدها راح تروح swap character اللي هو اختيار الشخصية نضغط X وبعدها X والآن جينا في اختيار الشخصية طبعا زي ما انتم شايفين الآن راح ننتقل للشخصية الثانية اذا كان ولد عندك خليه بنتان راح نضغط له بالX بهذا الشكل وبعدين راح يقول لنا ننقل لفل ورح ننقل اللفل راح نضغط X على هذا الرسالة انه ننقل اللفل من الشخصية الاولى اذا كان عندك ولد تخليه بنت بهذا الشكل وبعدها على طول راح تضغط save continue وبعدها تسمي مثلا اي اسم انت حاب تسمي وبعدها بالR2 وبعدين لما تضغط X راح يرسبنا في السيرفر طبعا لا تغير السيرفر ايا كان يرسبنك في سيرفر عام سيرفر خاص لا تغير سيرفر الى سيرفر خاص نضغط X وبعدها لما نرسبن في السيرفر راح نرجع لكم مرة ثانية والآن يا اسطير بعد ما رسبنا طبعا في السيرفر طبعا هو راح يوديك سيرفر عام او خاص انت لا تغير الى سيرفر خاص دائماً بحذف شخصية الملابس لا تروح أول ما ترسبن بالشخصية وتروح يسبق خاص ممنوع منعاً باتاً ما راح يزوط معاك القلج فيه مشكلة تواجه الكثيرين اللي هي إنك إنت يعني لما ترسبن في السيرفر إنه محل ملابس ما يظهر معاك بالخريطة أو ما نديك تدخل محل ملابس اللي عليك تسويه شي بسيط جداً تضغط Start وتروح Online وبعدها تروح Find New Session وبعدها Public Session بس فقط هذا اللي تسوي ولما ترسبن طبعاً في السيرفر اللي عليك تسويه عشان ما حد يخرب عليك تعلق على Touchpad وبعدين تسوي بس في مود بهذا الشكل خلاص بحيث حتى لو ما حد جاء خرب عليك غير مكان محل ملابس وروح مكان آخر إذا مرة مرة خرب عليك اضغط Start وروح Online Find New Session وبابل X Session طبعاً هذه هي المشاكل تواجه البعض الآن راح نبدأ في التصاميم راح نروح عند الكاشيرت بهذا الشكل وبعدها راح نضغط سهم يمين وبعدين راح نتوجه على رقم 29 نضغط بالX على رقم 29 وبعدها يخوان راح اجينا ثلاث تصاميم طبعاً هذه الثلاث تصاميم راح يجيب لنا السراويل النعدرة طبعاً نضغط بالX على اللبس الأول حق بابا نويل حق التخاليذ حقتهم هذي وبعدين مربع ونحفظه في الثاني خانة ونكتب عليه مثلاً Green لأنه هذا راح يعطينا السروال الأخضر بهذا الشكل الآن كذلك نرجع بالدائرة ورح نختار اللبسة الثانية بالX وبعدين راح نضغط مربع ونكتب عليه في الخانة الثانية Orange اللي هو السروال البرتقالي بعد ما سميناه بالبرتقالي نرجع بالدائرة كذلك ورح نختار اللبسة الأخير وبعدين هذا اللبس راح يعطينا السروال البنفسجي ثالث خانة وبعدين نكتب عليه Purple بعد ما سميناه Purple بن بنفسجي زي كذا خلاص اللي عليك تسويه إنك أنت بعد ما صممت اللي هي هذه التصاميم اللي هي هذه التصاميم حبايب هذا الشكل خلاص اللي عليك تسويه انك انت تتعلق على touchpad وبعدين تروح الملابس وتغير فيهم عشان تجيكم الدائرة البرتقالية اللي تحت في اليمين بعد ما راحت بهذا الشكل اللي عليك تسويه تعلق على touchpad مرة أخرى وبعدين تذبح نفسك بهذا الشكل بعد ما زبحنا انفسنا بهذا الشكل اللي عليك تسويه انك تضغط start وبعدها online وبعدها creator اللي مثلا تجيه رسالة طبعا انت تكون هنا ما انت مسجل في rockstar راح اترك لكم رابط كيف تسجلون في rockstar عشان تربطونه بالID حقكم عشان تقدرون تخشون على create الا نضغط x وبعدها x حلوين بعد ما راستلنا في creator راح نضغط الخيارة الثاني بالX وبعدها راح نضغط الخيارة الأول كذلك بالX وراح تجيه نرسالة وراح نقبلها كذلك بالX وبعدين راح ارفعنا في الجو بدين راح ارسبلنا هنا مرة ثانية الا نحنضغط start وبعدين online وبعدها choose character اللي هي اختيار الشخصية راح نضغط عليها x وبعدها x ممتاز بعد ما جاب انا طبعا في اختيار الشخصية الا ن عليك تسويه تجيه على شخصية البن حلوين وتضغطون مربع وللعلم وأكيد أنتم عارفين أنه لما تضغط مربع يعني تحذف الشخصية رح ينحدث منها كل شيء تمام ورح أكتب لكم كلمة دليت فوق في الشاشة عشان تشوفونا وتكتبونها فخانة الكتابة الآن بالR2 كذا يكون حذف النمافي الشخصية بجميع الأشكال يعني الشخصية خلاص رح منها كل شيء طيب هنا ركزوا معي في هذا النقطة جدا ركزوا ركزوا الآن الولد رافع اللوحة حقته تجي كذا على الولد بدين ترجع على الشخصية حقتك الأساسية حلوين ولما نشوف رافع اللوحة تضغطون دائرة واحدة فقط ورح رسبنا للستوري مود اللي هو طور القصة وبعدها برجع لكم مرة ثانية والآن بعد ما رسبنا طبعا في طور القصة اللي عليك تسويه إنك تضغط Start وبعدها Online وبعدها Bridget Online وبعدها Invite Only Session لأنه طبعا ما فيه دمج ولا شيء لأنه السراوير رح ترسب معاك Direct الآن نضغط X وبعدها X ولما نرسبن نرجع لكم مرة ثانية والآن يا حبايب رسبنا لأقرب محل ملابس لنا في الخريطة الآن سهم يمين ورح نستعرض ونشوف الملابس طبعا أول شيء تضغط مربع ورح تشوف إنه انتقلت معاك اللي هي السراوير أو البناطيد وبعدين رح تحفظه في أخر خانة وفي أي خانة انت تعجبك طبعا لأنه انت حدث جميعا جميع الملابس حلوين حلوي وبعد ما تسميه بالارتو بهذا الشكل عشان لبسك لا يروح منك تضغط دائرة والملابس المحفوظة ورح تشوفون جبنا السروال الأخضر وجبنا السروال البرتقالي وجبنا السروال البناطيجي يعني هذه أصلية ورح أوريكم إنها كلها أصلية يعني لو غيرت شيء أو شيء ما رح ينحدث منه أو رح يروح السروال معاك زي أنتم شايفين طبعا السروال يبقى معاك بهذا الشكل والإكسسورات وكل شيء يعني يا أخوان أستغلوا هذا القليل لأنه لو راح الكريسمس طبعا ما رح يمديكم تجيبون نهائيا هذه السراويل بمجرد ما تروح معاكم السراويل عفوا تروح معاكم البجائم هذه حكرة البابانويل هذه خلاص ما رح يمديكم تجيبوا السراويل طبعا ما في إلا خيار وحيد إنك أنت تجيب السراويل هذا إلا عن طريق النتكت طبعا الكل أو الأغلب عارف اللي هو برنامج النتكت وبس يا حبايب وأنا هنا أكون وصلت نهات المقطع فأتمنى إذا المقطع نال إعجابكم وكان عليكم سهل بسيط وإن شاء الله نال إعجابكم ولا تنسوني بالدعم واللايك والنشر والاشتراك وأي سؤالة واستفسار جميع الروابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي أمان الله اشتركوا في القناة